موسيقى دول قراءة فكرة طموحة من أستاذ الدكورديا بالنصالة فكرة طرقنا على تنفيذها فكرةنا باختصار هي اتاحة حوالي 5 تلاف عنوان من الأعمال الأدبية والبوائية وكتب المعارف للطلاب بنوفر من كل كتاب حوالي 5 موسخ كشكل مبدئي الطالب أو الموظف في جامعة القاهرة أو حتى عضو هاي التدريس في جامعة القاهرة الثانية الثانية قادر عطول انه هو يدخل على موقع القراءة موقع دوار القراءة عشان يختار الكتاب اللي هو عاوزه بيختار المؤلف ثم يختار الكتاب بعدين يقدر يجي لنا عطول في دوار القراءة يسترم الكتاب اللي هو اختاره بعد ما يقرأ كتابه الثاني والثالث ويرجعهم للدوار الرابع على طول اللي هو بيختاره بيكون هدية من دوار القراءة للقارج سواء كان طالب او وضعه التدريس او حتى مؤصف حقيقة بالمنطق ده يقدر كل واحد من هو يعمل مكتبة مجانا من خلال دوار القراءة المشروع بتدعمه مقدمع من أغلف الى الهاء كل الكتاب هيفرج باعتباره هدية بطلقها بامر لعضائه التدريس او بالموظفين هيتم على طول شراء بديلي عشان دايما الكتب بيكون متاحة في دوار القراءة فكرة دوار القراءة هو بيت بيجمعناك فكرة الدوار والدار لكن تمان هو دوار بمعنى بيدور في فلك القراءة او بيدور في فلك البحث عن الكتب عشان تعويض الكتب اللي بتخرج بشكل مستدر حقيقة دوار القراءة تمان نهاردة معالج الكور جابر مصر رئيس الجامعة لما افتتح المشروع ادانا على طول موطرة انطلاقة تانية ان المشروع يقدر يتطور نتكلم عن تأسيس اتليه للطلاب الموهوبين في الرسم نتكلم عن تباعة بعض الاعمال الهدبية زي الهويات والاعمال الشعرية لطلاب الموهوبين من خلال موظلة دوار القراءة نتكلم كمان عن فكرة مقهى ثقافي يؤسس هنا للطلاب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر